خلال اجتماع مجلس الوزراء أصدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطنية جملة من الأوامر والتعليمات والتوجيهات من بينها ما يخص المخطط الوطني للبذور الزيتية حيث شدد على أن النمو في قطاع الفلاحة مسألة سيادة وكرامة وطنية بالنسبة للجزائر وأكد على وضع استراتيجية وطنية للمدى القريب جدا لبدء تحقيق الاكتفاء الذاتي في ثلاث محاصيل استراتيجية هي الذراء والشعير والقمح الصلبة واستعادة زراعة الذراء كأولوية وجعلها تقليدا في الثقافة الزراعية الجزائرية لخفض ميزانية استرادها كما أمر رئيس الجمهورية بتوجيه المطاحن المتوقفة إلى النشاط في مجال تغذية الأنعام من خلال استغلال القدرات الجزائرية في مجال إنتاج الذراء ما سينعكس إيجابا على الثروة الحيوانية ولسيما إنتاج اللحوم ليؤكد أيضا على ضرورة الدخول في مرحلة تطوير المنتوجات الفلاحية من خلال المزارع النموذجية التي أعيدت هيكلتها على نحو يجعلها أكثر مردودية على أن يكون زيت شجرة الأرغان أول منتوج ينبغي إلاء كل العناية لتطوير إنتاجه لما تتوفر عليه الجزائر من مؤهلات كبرى لذلك حسب ما جاء في بيان مجلس الوزراء وفي ذات السياق أمر رئيس الجمهورية وزير الفلاحة بفسح المجال أمام الجيل الجديد من المهندسين الفلاحين ووضع كل التسهيلات أمامهم لاقتناء المعدات اللازمة على رأسها الجرارات الجديدة والمستعملة تشجيعا لهم على مضاعفة الجهود لتحقيق الاكتفاء الذاتي ترجمة نانسي قنقر